السلام عليكم. السلام عليكم. نكمل معكم الوحدة الاولى في اه تنجارة الجودة الشاملة. نتكلم الان عن الجودة الشاملة وكيفية تطبيقها في سلاسل الامداد. طبعا. تتكون من ثلاثة اشياء. وهو تكامل عمليات سلسل الامداد. والتحسين المستمرة للعمليات. ويشرفع الجميع على الموزفين. فلو تكلمة عن تكامل عمليات سلسل الامداد تتطلب تطبيق الجودة الشاملة في سلاسل امداد التكامل بين جميع العمليات والانشطة في السلسلة بين التصميم والانتاج الى التوزيع والتسليم. وهذا التكامل يضمن تحفيق الجودة الشاملة في كل مرحل. اما تحسين المستمرة للعمليات. في تتطلب الجودة الشاملة تطبيق ادوات التحسين المستمر مثل دورة وتحليل سبب الاثر لتحديد فرص التحسين وتنفيذها في جميع مراحل سلاسل الامداد. واشراك جميع الاطراف فنجاح تطبيق الجودة الشاملة يتطلب اشراك جميع الاطراف المعنية في السلسلة بما في ذلك الموردين والعملاء والموظفين وتعزيز التعاون والتواصل بينه. طيب متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في سلاسل الامداد فتطبيق اقدرت الجودة في سلاسل طلب عدة عوامل اساسية مثل تدريب العاملين تقويق توفير الموارد اللازمة الالتزام القيادة العليا والتركيز على العميل. وايضا تحسين المستمر وتبني ثقافة الجودة. وهي لا بد ان تطبيق نهج متكامل لدارة الجودة الشاملة مع ناصر سلاسل الانداد من فذلك الموردين والموزعين ايضا والعملاء النهائيين. فمراحلة تطبيق فتكون بالتخطيط والتنظيم والتطبيق والمتابعة. لو قلنا على التخطيط فهي وضع استراتيجية واضحة بتطبيق الجودة الشاملة. والتنظيم إنشاء هيكل تنظيم داعم للجودة الشاملة. ولو وصلنا مرحلة التطبيق فهي تنفيذ المبادرات والاجراءات اللازمة. أخيرا المتابعة فهي قياس الأداء واجراء التحسينات المستمرة. تضمن مراحل تطبيق الجودة الشاملة في سلاسة الانداد التخطيط لتحديد الاستراتيجية. التنظيم لإنشاء هيكل داعم. التطبيق لتنفيذ المبادرات والمتابعة لقياس الأداء والاجراء التحسينات المستمرة. وتعتبر هذه المراحل متكاملة لضمان نجاح الجودة الشاملة بشكل فعال. دور القيادة في تطبيق الجودة الشاملة إنه يكون هناك رؤية واضحة. التزام وقيادة. بالمثال التمكين والمشاركة والتحفيز والثواب. فالرؤية الواضحة تلعب دورة مشورية في وضع رؤية واضحة لتطبيق دارة الجودة الشاملة في المنظمة. وتوصيل هذه الرؤية لجميع الوظفين. الالتزام يجب على القيادة أن تظهر التزاماً قوياً بتطبيق مبادئ الجودة الشاملة وأن تقود الجهود من خلال تصرفاتها وأنشطاتها اليومية. لو قلنا التمكين والمشاركة تضمن مشاركة جميع الموظفين. لذا على القيادة أن تمكن الموظف وتشجعه على المشاركة في عمليات التحسين المستمر. ونظرية التحفيز والثواب وهي تقوم بتحفيز الموظفين ومكافآتهم على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة مما يعازي الالتزام والمشاركة على جميع المستويات. دور هنا أيضاً للموارد البشرية في تطبيق الجودة الشاملة هو التطوير والتدريب بتأهيل الموظفين وتطويرهم وظاهراتهم لتطبيق مبادئ الجودة الشاملة. المشاركة والتمكين فهي اشراكاً عن الموظفين في عمليات التحسين. لتحفيز المكافآت فهي للجيع على الموظفين. فنقدر نقول أن إدارة الموارد بشكل تلعب دوراً محورياً في نجاح التطبيق إدارة الشاملة. من خلال التطوير والتدريب وإشراك الموظفين والحفاظ على بيئة عمل المحفظة. ويمكن تعزيز ثقافة الجودة في منظمة معظمة على استدام تطبيق مبادئ. دور التكنولوجيا في تطبيق الجودة الشاملة. إذ تلعب التكنولوجيا دوراً حيوية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة على مستوى سلاسل الإمداد من خلال توفير أنظمة المعلومات المتقدمة والأدوات التحليلية التي تساعد التكنولوجيا في جمع البيانات ومتابعة الجودة وتحليل المشكلات واتخاذ قرارات أكثر استنارة. كما أن التكنولوجيا تستهل عمليات التواصل والتعاون بين مختلف الجهات المشاركة في سلاسل الإمداد مما يؤدي إلى تحسين التنسيق والتكامل وبالتالي يؤدي إلى جودة المنتجات والخدمات. هناك معوقات طبعاً في تطبيق الجودة الشاملة في سلاسل الإمداد قلنا هي ستة معوقات ضرب الالتزام وصور في التدريب والتطوير صعوبة التنسيق ومحدودية الموارد المالية وتمسك بلساليبة تقليدية وصعوبة التغيير والتحديات في إجراءات العمل وضعف الوعي بأهمية الجودة الشاملة وفوائدها على المنظمة ككل. طب عرفنا المعلومات. الآن هلول لهذه المعلومات لتطبيق الجودة الشاملة؟ لابد أن يكون هناك قيادة داعمة توفر ملتزمة بتطبيق الجودة وتوفير الموارد اللازمة. هناك اثنين تدريب الموظفين بحيث يكون متخصصة في تأهيل الموظفين وتمكنهم من تطبيق مفاهيم الجودة. طبعاً اشراك الموظفين في عمليات التحسين. رابعاً عند قياس إداء ثلاثة الإمداد باستخدام الجودة الشاملة. فإن أداة فعالة لقياس الأداء مثل تركيزها على التحسين المستمر وإشراك جميع الموظفين تساعد الجودة الشاملة على تحسين مؤسرات الأداء الرئيسية مثل الجودة والتوقيت والتكلفة والمرونة. فعشرين في المئة من التخفيض في التكلفة تمكن الجودة من تخفيض تكاليف ثلاثة الإمداد بتصل إلى عشرين في المئة. الاعتمادية تساهم الجودة الشاملة في التحفيق معدى لاعتمادية عالية في ثلاثة الإمداد بنسبة 95%. طب كيف نقيس مؤشرات قياس أداء في ثلاثة الإمداد؟ فهو قياس الوقت والتكاليف ومعايير الجودة ورضا العملاء. فهذه هي المؤشرات التي تدين قياس بهداء في ثلاثة الإمداد. فقياس الوقت المستغرق في التوصيل وزمن الإنتاج وتساعد في التقييم كفاءة سلسلة الإمداد وتحديد بقارة الضعف لتحسينها. عينها التكاليف. تضمن تكاليف شراء والنقل والتخزين والإنتاج وتساعد في تحديد الكفاءة التشغيلية ومجالات التحسين. بعير الجودة ثالثا وهي تعتبر معدل العيوب والرد على الشكاوي التي تساعد بقياس جودة المنتجات. ورضا العملاء وهو المقياس من معدلات إعادة الطلبيات والتقييمات العملاء لتعكس مداسة ملاءمة سلاسل للتوريد لاحتياجات العملاء. دور الجودة الشاملة في تحقيق التمييز التنافسي يعتمد على ثلاثة اشياء تحسين الجودة الاستجابة للعملاء وكفاءة العملية. هناك مزايا في تطبيق الجودة الشاملة. فتطبيق إدارة الجودة الشاملة في سلاسل الانداد يوفر العديد من المزايا الاستراتيجية والتشغيلية. من اهمها تحسين جودة المنتجات والخدمات. زيارة طرد العملاء وتعزيز القدرة التنافسية في السوق. كما يسهم في تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الاطراف في سلسلة الانداد. وتحسين كفاءة العمليات وتقرير التكاليف الذي ينعكس ايجابيا على زيادة الارباح. هناك ثلاثة دراسات تم تطبيقه في درجة الجودة شركة جينرال موتورت ديوتا وشركة هونداين. شركة موادل طبقت مثال مبادئ الجودة الشاملة على سلسلة امداد مما ادى تحسينها بالجودة والانتاج وخفط التكاليف. وصار لها مركز تنافسي في الشركة في صناعة السيارات. العتيوتا اعتمدت بنجاح نظام دارة الجودة الشاملة على طول سلسلة امدادها الذي ركز على التحسين المستمر والتعاون بين الاطراف. وهكذا مكر الشركة من تقديم منتجات عالية الجودة وتحقيق ميزة تنافسية. شركة هوندا طبقت مبادئ الجودة الشاملة على مدار سلسلة امداد مع التركيز على تحسين مشاركة العاملين وتدريبهم. وهنا ساهم في تحسين الجودة منتجاتها وخدماتها. الجودة الشاملة والاستدامة في سلاسل الامداد. وهما مطرابطان بشكل وصيق يساعد تبني مبادئ الجودة الشاملة على تحسين الاستدامة في سلاسل الامداد من خلال تحسين الكفاءة والحد من النفايات والتركيز على التحسين المستمر والابتكار. كما ان الاستدامة تساهم في تعديل زيودة المنتجات والعمليات من خلال الاستخدام الامثل للموارد وتقديل الاثار البيئية. وبالتالي فتمثل الجودة الشاملة. والاستدامة رؤية متكاملة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة في سلاسل الامداد. شكرا لكم انتراك.